تحت رعاية سمو شيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات أطلق الاتحاد النسائي العام وأبوابة المقطع التابعة لمجموعة مواني أبوظبي الدفعة الرابعة من برنامج أطلق الذي يؤكد مكانته كممبادرة استراتيجية مستدامة توظف مفهوم الإبداع والتميز لنموذج فريد من التعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص الهادف لدعم ملفي التوطين وتمكين المرأة جاء ذلك خلال اللقاء التعريفية الذي عقد بمقرر اتحاد النسائي العام في أبوظبي وأتضمن التعريف بأهداف البرنامج وتخصصاته